السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة تعلم هذا الفيديو خاص بمرجع فضاء الرياديات للمستوى الثاني أنشطة تقويم ودعم وتوليف تعلمات الوحدة الثالثة إذن دعم الوحدة الثالثة التمرين الأول أكتب كتلة أولا الإناء فارغا إذن لاحظوا إذن الإناء هو هذا فارغا كم كم هي كتلته إذن نعم السهم يشير إلى مئتان قرام إذن وزنه فارغا هو مئتا قرام يعني مئتين قرام الآن وزن الإناء مملوءا لاحظوا إذن الإناء وزنه مئتان قرام الآن لاحظوا السهم إلى أين يشير؟ يشير إلى ستمائة وخمسون يعني ستمائة وخمسين إذن شحان الوزن ديال مملوء إذن وزنه مملوءا هو ستمائة وخمسون قراما ستمائة وخمسون قرام الآن ما هو وزن التفاح؟ إذن التفاح ما هو وزنه؟ إذن لاحظوا إذن هنا عندنا لقينا فارغ فيه مئتين قرام ومملوء بالتفاح فيه ستمائة وخمسين قرام إذا بغينا نعرفوا الوزن ديال التفاح هنقوموا بعملية الطرح أشغل أنطرحوا؟ هنطرحوا ستمائة وخمسين قرام من مئتين قرام إذن وزن الإناء مملوءا ستمائة وخمسون قرام ووزنه فارغا مئتين قرام إذن غنديروا عمليات الطرح والخارج هو وزن التفاح سفر ناقص سفر سفر خمسة ناقص سفر خمسة ستة ناقص اثنان أربعة أربعة قرام أربعمائة وخمسون قرام إذن وزن التفاح هو أربعمائة وخمسون قرام الآن ما هو وزن القنينة؟ القنينة وزنها نلاحظوا مئتان مئتان وخمسون قرام إذن وزن القنينة مئتان وخمسون قرام ننتقل إلى التمرين الثاني ولاحظوا كل ميزان وأكتبوا الكتلة المناسبة إذن العلبة الأولى العلبة الخضراء لاحظوا عندنا هي تساوي هذا الكتل اثنان كيلو جرام واحد كيلو جرام ثلاثة مئتان وخمسون قرام إذن واحد زائد اثنان هي ثلاثة كيلو جرام وزائد مئتان وخمسون قرام مئتان ثلاثة كيلو جرام ومئتان وخمسون قرام إذن وزن العلبة الخضراء ثلاثة كيلو جرام ومئتان وخمسون قرام الآن وزن العلبة الحمراء اثنان كيلو جرام زائد واحد كيلو جرام هي كم؟ هي ثلاثة كيلو جرام وزن الإجاسة لاحظوا إذن عندنا مئة قرام زائد خمسون قرام هي مئة وخمسون زائد عشرة هي مئة وستون مئة وستون قرام وزن التفاحة نعم عشرون قرام زائد خمسة قرام هي خمسة وعشرون قرام ننتقل الآن للصفحة المولية الصفحة ثلاثة وستون التمرين ثلاثة في قاعة المسرحي المدرسي تسعمائة واربعة وخمسون متفرجان ومتفرجة أربعمائة وتسعة واربعون منهم كبار والباقي صغار مئتان وعشرة من الصغار طفلات والباقي أطفال إذن ما هو عدد الأطفال والطفلات؟ أكتب كل عدد في المكان المناسب إذن نكمل أولا المستقيم العددي تسعمائة واربعة وخمسون تسعمائة وخمسة واربعون تسعمائة إذن ناقص أربعونية تسعمائة وخمسة تسعمائة وخمسة ناقص مئة هي تمانمائة وخمسة تمانمائة وخمسة ناقص مئة هي سبعمائة وخمسة سبعمائة وخمسة ناقص مئة هي ستمائة وخمسة ناقص مئة هي خمسمائة وخمسة إذن ما هو عدد الأطفال والطفلات؟ إذن نقوم بعملية الطرح إذن عدد المتفرجين تسعمائة واربعون تسعمائة واربعون ناقص أربعمائة واربعون يعني الكبار الناس الكبار أربعمائة وتسعمائة واربعين إذن باش نعرفوا العدد دي الأطفال والطفلات غنضيروا عملية الطرح أربعة ناقص تسعة لا يمكن إذن ماذا سأفعل؟ مبادلة أخذ عشرة من هنا وأضعها هنا كم سيصبح هنا؟ أربعة هنا ستصبح أربعة عشر إذن أربعة عشر ناقص تسعة هي خمسة أربعة ناقص أربعة صفر تسعة ناقص أربعة هي خمسة إذن كم هو عدد الأطفال والطفلات؟ وهذا خمسمائة وخمسة إذن هاي لدينا تسعمائة وخمسون قصنا منها أربعمائة وتسعة واربعين مياز زائد مية تلتمية زائد مية ميتين زائد مية تلتمية زائد مية أربعمائة زائد أربعون 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 زائد تسعة أربعمائة وتسعة وأربعون إذن هاي تسعمائة وأربعة وخمسون ناقص أربعة ومائة وتسعة وأربعون غتطينا خمسمائة وخمسة إذن ما هو عدد الأطفال إذن شنو قالوا لنا الطفلات ميتين وعشرة إذن غنديروا خمسمائة عملية طرح أخرى إذن لدينا خمسمائة وخمسة عدد أطفال والطفلات إذن بغينا نعرفه غير عدد الأطفال شحال هم أعطونا عدد طفلات إذن الطفلات عددها مئتاني وعشرة إذن عدنا خمسمائة وخمسة ناقص مئتاني وعشرة إذن إنت إذن بك نقلبه على الدكور خمسة ناقص خمسة خمسة ناقص صفر خمسة صفر ناقص واحد لا يمكن إذن ندير عملية المبادلة إذن هنا خمسمائات ستصبح أربع مئات ستصبح أربع مئات وهذه المئة سنحولها إلى عشرات هي عشر عشرات تولي عدنا هنا عشرة إذن عشرة ناقص واحد هي تسعة وأربع ناقص إثنان هي إثنان إذن عدد الأطفال الدكور مئتاني وخمسة وتسعون إذن هي مئتاني وخمسة وتسعون ننتقل الآن للتمرين أربع شارك خمسة أطفال في سباق مدرسي للجري دخل محمد في الصف الأول وصل عبد الله في الصف الأخير ودخلت عائشة خلف خديشة وفاطمة خلف عائشة إذن أولا أستعين بالرسم التالي وأحدد اسم من دخل في الصف الثاني إذن دخل محمد في الصف الأول ها هو محمد وصل عبد الله في الصف الأخير ها هو عبد الله دخلت عائشة خلف خديشة وفاطمة خلف عائشة إذن دخلت عائشة خلف خديشة إذن خديشة قبل من عائشة إذن عائشة وفاطمة خلف عائشة إذن فاطمة هي الأخيرة فاطمة شكل يقبل منها؟ فاطمة خلف عائشة إذن عائشة قبل من فاطمة وعائشة كانت خلف خديشة إذن خديشة هنا هي الثانية إذن أستعين بالرسم وأحدد رسم من دخل في الصف الثاني إذن الصف الثاني هي خديشة ننتقل الآن إلى التمرين خمسة أستعمل الرسوم وأكمل إذن عندنا مجموعات ديال النجوم كل مجموعة كم فيها؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن سبعة كم تكررت من مرة؟ كم المجموعة فيها سبعة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن سبعة ضارب أربعة سبعة ضارب أربعة هي تمانية وعشرون التمرين ستة أحيط بخطين الكتابة الضربية التي تمثل عدد الأقراص إذن الأقراص إذن كم لدينا من قرص واحد اثنان ثلاثة كم من مجموعة أربعة؟ نبدأ أولا اثنان عشر ضارب واحد اثنان عشر ليست هذه الكتابة الصحيحة أربعة ضارب ثلاثة تسوي اثنى عشر لا لأن لدينا هنا ثلاثة وليس أربعة ستة ضارب اثنان لا ثلاثة ضارب أربعة تسوي اثنى عشر إذن هذه الكتابة الضربية الصحيحة ثلاث أقراص في أربع مجموعات إذن هي الكتابة الصحيحة إذن أحيط بها إلى هنا ينتهي هذا الفيديو وإلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة